لكن مثل ما شفته لكن أعزائي مثل ما شفته استعمال البوتستراب عم حاول فهمكم كيف يكون أنتوا تستعملوا للفايل بس هلا النقطة الثانية نحنا بدنا نتوسع بهالكتالوج ونشوف الشغلات اللي نحنا ممكن نكسبها من خلال البوتستراب يعني لو نحنا بدنا نساويهم مانولي نقدر بس نتعذب نياخد وقت طويل معنا خاصة نزم عنا خبرة فيهم طويلة وأيضا أنا إذا بدي أعمل لزبون شغل ما قادر أني ضيع وقتي بالديزاين بقدر أعملوا copy paste واستخدموا وهلا اللي حنوصل للpart 3 بخليكنوا تشوفوا تامبلت كاملة جاهزة كلها معمولة بالبوتستراب يلا شوفوا يا جماعة تعال نتوسع بالكتالوج أكتر نحنا أخدنا عينة على الcomment buttons وشفتوا أشكالهم وعينات عنهم شو رايكون النط مثلا على الكارت كبسة على الكارت من هون فأعطاني معلومات عن الكارت قال لي أنه فيك تعمل كارت simple بهالطريقة بتغير أنت الimage وبتحط detail info و there is a comment button you can change it وفيك تعمل له الاتشراك في المناسبة تاعة it's simple card حلوي طيب شو رايكون أنه فينا نعمل نحنا هيك copy من هون لهيدا الكود وبس منيجي لهون وبس منيجي لهون حعمل أنا index 2 save as index 2 dot html وحشيل هيدول ال styling اللي أنا كتبون ما بديون حفظت على library اللي هي css و javascript الموجود التحت شلت هيدولي من هون عملت paste للمحتوى تاعة الكارت يلي عملت له copy من البوتستراب عم حاول أني نظمه شوي كاتب لي هو هون div class equal card ليكو الclass equal card مبرمجي جاهزي بالبوتستراب هي لحالة تعطيني الشكل تاعة الكارت style حاطط لي هون فيها 18 رهم فيني غيرها أو زغر أو كبر حاطط لي image there is three buttons three points خلينا نفوت أنا وإياكن على موقع google على search engine google images نختار لنا شي صورة من الصور let it be let it be مثلا lebanon nature نختار لنا شي صورة هكي صغيرة مهضومة هيدي الصورة good هيدا ودي النوبين كتير حلو تنصحكم تروحوا لهونيك إذا ما رحتوا ولا مرة هاي حلوة وهاي حلوة خاني أخد هاي save as nature هحطها بقلب بقلب xyz dot jpg nice بيجي لهون اللا بغير الاسم nature dot jpg الكارت مكتوب هون class card img top وال alt فاضية فيني امحيها للالت منا اجبارية الالت بس هي عبارة عن كلمة بتظهر مطرح الصورة إذا الصورة منزوعة أو منا موجودة card body هو another class موجود بصفحة البوتستراب card title another class شبتوا قديش كل جزء محطوط لقلو card title مثلا lebanon nature مثلا عندي هون some quick example text بلا 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 خليني نغير مثلا خليني نكتب هون wikipedia google lebanon nature wikipedia حتى ما روح على اللورة من ابسم وبيخد شوية info من هون خليني نحكي عن شي جملة it's okay تعتفو شو هلا هي الصورة ما بتحكي عن صنين جبا صنين بس هكتبلو صنين mountain wikipedia وبيجي لهون بيخد شوي data من هون يلا نحاية جملة oops copy paste ححطة عندي هون paste صنين is a mountain in the mount lebanon range its highest point is da 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 بيكفي حشيل هولي ما بديو كم ما حايتو يلا الباية ما تبقى عندي go somewhere خليني قول go to here على هيدي ال wikipedia copy it then paste it here بديل ال hashtag sign وهم بدل go somewhere هاكتوب صنين wikipedia nice اوكي شو بعد عندي control and please tested بدنا نعمل close له هاي دول كل لون نفوت على index two and voila حلو طلت عندي الكارت وجهزي ومرتبي وبلا ما تعزب وبلا ما شي بدك تعدل علي حار انت فيك تعدل تغير اللون تعرض الكارت تضبط تعمل بدك هاي ده primary key بوس علي بيفتح لك ال wikipedia لانه نحن حطينا ال link تعيطها فينا نعمل كذا كارت نحط نحط بعض اذا عنا شي items بضاعة او شي بدنا نحط من simple ما انهم صعبين حلوين طيب تعالنا نتوسع بعض بال examples تعولون لل bootstrap يلا نحن شفنا هلا example عن كارت مثلا نشوف الكروزل اوامنا تيمكن بعض بالكارت فيه امس لتحت شوفوا هيدا الكارت الصفحة لتحت بعض بتلاقي انه كمان فيه امكانية يكون فيه عنا كارت من نوع اخر مثلا هيدا كارت تقليدي بدون صورة هيدا كارت بدون command button هيدا كارت مكون من ثلاثة linkات تحت بعض وهيدا واحد اخر يعني فيه كتير اشكال ممكن يعجبون اوان دمجينهم ببعضهم حسب بقى الهدف نحن بدنا نساوي good وهيدا another card شايفينه كيف شكله جاي عريض شوي بدون صورة فيه بقلبه title وبقلبه عنوان يعني نوعا ما بيشبه الكارت اللي عملته انا وياكم للمرة الماضي بالحصة السابقة عفكرة حنانا برامة برامة الكارت اذا شفتوها اللي بعثتهم بالكبسة على المفتاح بيفتح الكارت بيبرم اوكي تمام تمام هون فيه عدة اشكال متل ما شايفين كل الاشكال بتفيد باماكن محددة نايس وهون كمان حاطين كارت إذا بتلاحظين التابات الموجودين هون نايس وهون التاب حاطينه بشكل مفاتيح طيب اوكي بكتفي من هيدول الى الكارت حقيقة حلوين كتير لدرجة ان واحد ما بيشبع منهم هعمل كبي لهيدا الكارت وحطه تحت منه لهيدا الكارت الاولينة عمل البي ار هحطه هون هاي دولة ما تشتغلوا عليهم لانهم موجودين كرميل هالغاية هاستعمل تانية ياريكني ما قفلت هاتا نشوف عم حاول اني اعطيكوا نعينات افكار انا الموضوع مسلا خليني اقول اه لابانون village اه واو اه اوكي هايدي حلوة كلهم حلوين يلا هنختار واحدة منهم هاختار هايدي حسميها village dot j5 هايدي نوع j5 اوكي وحنستعمل هون village dot j5 الامج fluid rounded بلا 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 شي لالالت alternative text شو بعد عندي titles car title here مسلا lebanon lebanon و some text here اه فيني خلي text حاليا هيدا مش مشكلة مش هغير شي good save and reload the page that's it شايفين كيف طلعت هايها الكارت التحتاني طلع شكلها مرتب وحلو يعني فيكن انتو تختاروا الشكل وcopy paste بس مش اكتر ولا اقال نحنا بالback end بدورة الback end ما منتعذب بانه نعمل شي front منجيبهم عينات جاهزين ومنحرقهم بالبرمجيات يعني شايفين هايدي الكارت لو كان انا موضوع الback end مشروع تاعة عم يحكي عن الضيعة اللبنانية فبيكون عندي بالdatابيز يعني بمخزان المعلومات كل المعطيات عن الضيعة اللبنانية مثلا بعطيكم مثال عن عدد النسامات الموجودة بكل ضيعة قدي بتبعد الضيعة عن العاصمة بيروت قدي ارتفع عن سطح البحر بشو بتتميز تعرفوا التضاريس اللبنانية بكل منطق فيها تتميز بمناخ شوي مختلف عن الآخر اذا كان جبلي او ساحلي او داخلي مثل اللي بقاعة او شي المزروعات اللي بتتميز فيها المعالم السياحية الموجودة الاثارات الكنيس الجوامع المعالم الدينية مثلا الاساطير اللي مرأت عمدار السنين تعرفوا انه بلدنا من يعني من الازل الموجود من الاف السنين يعني من ايام المسيح وما دون يعني بلدنا غني بكتير من المعالم ومميز يعني عن الدول التاني فبتلاقوا انه فينا نحكي هيدول كل اياتهم نحطهم بشكل كتالوج ان نقدر نتميز فيهم وبيقدر من خلال لوب معين ببرمجيات منسحبهم ناخد كارت واحد فقط اللي هو هيدا اللي هو من هون لهون منحطه بلوب وهيدا اللوب لحاله بيبرم وبيعطيني اياهن لحاله ما بيعد بيكتبون انا واحدة بس بعبلها هاي كي وبيحطها بلوب هي لحالة بتروح بتجيب المعطية من ال data base بتحط اليون الصورة وال data والتفاصيل وبتزدت اليون one by one بيطلعوا كتير مرتبين فكرة كتير حلوة كمشروع روعة عظيم تعني اتوسع بعد بالبوتستراب ما بيزهق البوتستراب كتير حلوة اذا بتطلعوا معاي هون في عندي شي اسمه close buttons اذا شوف شو بيختلفوا ال close buttons هاي دا ال X الموجودة فوق بحطيلي اياها بكذا شكل يمكن هون هون لك بحطينا X هون لك امين هاي دا الساس اللي عم بحكي لك عنه هاي دا الساس شوفوا في عندي كمان let's say navigation bar هاي دا واحد من navigation bar يا جماعة هاي وحدة وهاي وحدة وهاي وحدة وهاي وحدة اخرى اكسترا عينات موجودين بشكل عينات طب تعال تعالنا ايه اول وحدة الافتراضية default اللي موجودة عندي هون حاملة copy طويلة شوائي ما تعطلو هام اكيد موقع بدي يكون فوق هون بالbody هترك اكسترا spaces لو شو بعمل انا عادة عام بكتب remark navigation bar وبقفلها هيك وبكتب هون and navigation bar هيك ازبط تبين انه هون بداية هون نهاية عملتلها paste لانها كبيرة بس تركتها بس تركتها متل ما هي بدون اي تعديل شوف كيف صارت عندي ازا عملت reload للصفحة وعلى شايفينا كيف صارت هيا navigation bar حتى drop down menu الموجودين هون already مبرمجين هايدي صحة search box مش مرتبطة بعد بس بالback end بنربطها باتابيز لتاخد وتعطي detail info فيدي غير التايتلز بس عندي هون link drop down تعال تغيرون طالما نحنا عم نحكي عن سياحة ما سياحة التفاصيل خليني انا وياكن هون نجي نغيرهم where is it عندي هون هون خلي هون هون عندي لينك خلينا نحكي هون عن let's say link بديل link خلان نقول عطوني بعض العينات مثلا خلينا هون بت drop down الموجودة هون بديل كلمة drop down خلينا نكتوب كلمة cities شو كتوب cities المدن city بس بس بل plural طب ليك و هون شو بكتب بدل drop down اذا هون حابب انا اكتب بالaction villages فيني اكتب هون مثلا location يعني drop down الساحل وهون mountain mountain يعني drop down بيتحط locations اذا شي locations locations او شو رأيك نقول اه شو بيقولوا لها هايدي government government ومنبدي لهم بالvillages منحط المحافظات هلا اني صاروا اكتر من خمس محافظات صور صاروا يمكن تسعة ومش حافظهم كلهم كان نكتب بيروت mount lebanon جبل لبنين خلينا نعمل copy عنا هيك ونكتب هون north lebanon south lebanon وبقع علي حاكتفي بهولي يعني هيك تغيروا صاروا متل ما انه نحاطينه وكل الوحدي الى فينا نحط لينك تعيتها بالطريقة المناسبة اللي بس نكبس عليها بتوديني للمطرح اللي بدي وهيدا اللون رمادي هني موجود كعينة كأكزامبل فيكن اذا ما بتكون ايا فيكن تشيلوا فيكن بتكون ايا فيكن تخلوا هيدا شي رجع بقى لديزاين والتصميم بتاعكم يعني هدف البوتستراب يفرجيكم كل يلي انتوا ممكن تشتغلوا فيها بتاع نتوسع بعد اكتر ونشوف شو فينا نحط بعد فيه عندكم شي خاص بالباجينيشن يا جماعة الباجينيشن حاليا نحنا ما حلو انه نحط بصفحة لانه ما الاستعمال بس بتاع فؤيمات بيكون الى هدف واستعمال لما مثلا عدد الفيلجز اكتار بقضاء معين او بمحافظة معينة انه بالمحافظة جبل لبنان في مئات الضيعة الموجودة منتشرة وبأقضية مختلفة ففينا ساعتها لانه نكتار كل واحدة محطوطة بشكل كارت فينا ساعتها انه نحط بتصير بتصير بتدلني على الصفحة التانية لاشوف طبقة من الفيلجز اللي مش عم بقدر شوفهم والله انا عجبني موضوع الفيلجز بس بده بدي داتا ما بقدر لقيهم كلهم مستحيل بدي يصير اتواصل مع حدا بيشتغل بالبلديات او بوزاة الداخلية لا يعطيني عينات ومعلومات عن الضيعة اللبنانية ما شاء الله عنا ضيعة اسماء ما بتنحفظ ما كتير اذا فتنا بعد على سبينر سبينر بيفيد كتير من الاوقات لحتى يقلي انه wait I'm loading the page toast message هول toast message هني عبارة عن رسيل بتظهر وقت ما نحنا بدنا نقول مثلا are you sure you want to delete you want to leave مثلا مثلا record has been inserted successfully او مثلا record has been updated successfully هول كتير نحنا بحاجة لقلن انه نستخدمون وشكلون كتير لطيف وحلو كمان في عندي let's say اذا نزلنا اذا طلعنا لفوق في عندكم ايضا شي اسمه accordion حلوين هول يكونوا كsubmenus وmenus بيكونوا بمكان ما بالصفحة تعيتي على يمين او شمال الصفحة بس في احلى منها لهاي في هاي مثلا هاي ممتاز اذا فتحنا واحدة بتقفل التاني مميز يعني الصراحة وفي مضرور تكون بهالعرض يعني فينا نضيقه مضرور تكون عريضة اذا جينا كمان على شو في عندي كمان في كتير شغلات carousal هي عبارة عن item فيها تحرك مجموعة من الصور يعني فيكم نكون عنكم عدة صور انتو بتحطوهم بتصير بتحركهم هلا في واحدة منهم بتحركهم automaticly وفي شي انتو بتحركو بمانوالي هايدي مثلا الفرق بينها وبين القديم انه عندها تحت dashes بتخبركن كم صورة انتو عندكن هايدي مش بس dashes بتعطيكن اسم لكل صورة من هالصور مثلا هايدي crossfade بتفرجيكن مثل fading يعني ما بتعمل slide الصورة بنصحكن انه تجربوهم ايا واحدة حابين انه انتو تجربوها بس copy وعدلوا على images فقط مش اكتر ولا اقل طيب تعالوا نشوف انا وياكن ايضا بقلب الفورم داخل الفورم خلا نشوف الفورم الاساسي اول شي form control هيدا شكل form تقليدي احنا كتير منستعملوا هيدا بالback end حتى ما نقعد نبني form خاص فينا يمكن نشوفوا انه الفورم تقليدي بس طيق فعال نحنا لما نجي منها نستخدمه طيب اوكي اساتزي انتو شفتوا انا كيف حطيتلكم عينات عن كل شي موجود عندكم بالصفحة رئيسية بس اعتبروا انه او عرفوا انه ما كل الناس بتفوت بتاخد ال content البداية من الصفحة رئيسية هاي الصفحة رئيسية مثل costume شكل ثابت رسمي اساسي كل العالم بتروح على google وبتقلوا لgoogle عطيني template bootstrap من عندك من صفحات تاني فحتلاقوا انه في مئات من المواقع تابعة لاشخاص وشركات هول الاشخاص وشركات اغدئين الكب الاساسية تاعت البوتستراب وعاملين تعديلات كتير حلوة من themes لforms لتابلت لشغلات عديدة حطينا نقدر نحن نستعمل تبتعال نعمل انا وياكم نسيرش لطيفة هيك عن هالموضوع اول شغل نفوت google تاني شغل منقله انت شو مقصدك بدك ويب سايت كاملة ولا بدك جزق معين يمكن انا والله عمل كل شي ناقص ال login form فكل بتعمل وتقل log in form تكون واضح بال idioms اللي عم تكتبها bootstrap template بدك تكون واضح login form bootstrap template يعني كتب الاسم حدا bootstrap template فبيجي هون في كتير صفحات يعني بقى بدك تكون انت عندك صبر وتععد فتش يعني تفتح كزا واحدة وتععد تقول هاي حلوة وهاي مرة مسلا شوفوا هيدا الموقع هون عطيني موقع هون login log in هيدا مش تقليدي عادي بيعمل login على صعيد facebook والgoogle والemail ليكم هاي متل اللي عملنا انا وياكم بس هاي سابتي جامدي هاي العشمال السوشال ميديا هون بيعمل login على شكل barcode reader هيدا login تقليدي وهيدا login مميز حلو شوفي بعد هيدا login fantastic شوي هيك حط صورة حدا وهيدا login كتير حلو طب انا كيف بدي اخدوا مسلا هيدا login هو عم بيقلي made with html css only يعني عم بيقلكم انه معمولي فقط بالاشتمال وcss demo and code هيدا اللي لازم تحصل عليه بس بس تكبسوا على demo and code demo يعني مثل example كيف بتنفذ لكم اياها اللي هي هاي الشكل داعها ال coding كيف نحصل عليه it's simple ما بدأ شي just downloaded ازا عملتوا بتشوفوها على الحقيقة كيف بتطلع ازا عجبتكن او لا بعملها close download اللي في بعض منهم بعذبوكم مثل هاي بيقلي انه بدي يبعط لك على الايميل ومدرش وكذا وهيك يعني يعني بعذبو مش مشكلة بتكون تتابعوا التعليمات كلها يمكن بيجامع statistics عنا مش مشكلة الاستيز المهم انه يكون موجود معي هيصار موجود معي هون هحطو بفولدر تاني غير ال xyz abc انا ما انا ما بالعادي يسمي هيك اسمي فولدر بس قدما انطوش عندي بالفولدر هون اوكي هعمل اكستراكتي هون double click على بفتحها اكيد بيعطيني الbootstrap فايل بيعطيني المستخدم ال css ال html هلأ اذا شفتوا هون فيه عنكم فايل مكتوب عليه mac os هايدي فيكن تمحوها هايدي لانه لل macintosh copy لل macintosh هنا انا عمل لانه انا عندي window ما عندي macintosh ما حيطة فايل هايدي الصفحة المضغوطة delete فايل الصفحة اللي فكيت الضغط عنها شوفوا غاية انا معواتكم دايما ان نخلق folder لالامجز لحال folder لل font لحال folder لل css لحال بس css يا امين هي sass وjs هي javascript طيب حاطتلي هون main and index بفتح الاندكس هايدي الاندكس فتح الياهي فايزا بتاع نجرب نفتح المين نشوف شو بقى البلا المين هايدي المين هاطتلي متل logo وبصمة thumbnail عن الشركة اللي عملت هايدي النوع من الطبعا دعايا عن حال هون بدي هي ما كل ما اشتهروا هني كل ما صاروا الاسهم تعيتوا الان رصيدة بتاع لها فينا طبعا نقي اي اي احنا بدنا اي مثلا هيدا الديزاين اللي نقين فيه غير وغيرات وكتير 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 يمكن مسلا انت بدك ما تنقل login form بدك تنقل let's say خلينا نحكي عن اه cd navigation bar navigation bar bootstrap template ما تنسو بتحطو المعانة البتكونية حد ticket boot bootstrap template فكمان اعطاني هون بس ما تفتحو get bootstrap الاساسية هادي الصفحة رسمية ما هتفيد لانه شفت بدي الصفحات اللي مانا رسمية هات اشيل هاي لحالة هافتح هون موكر بلاس هون في صفحة اسمها color color library بتير حلوة بتقدم كتير شغلات حلوة اوكي او مثلا يا اساتزي يا كرام شوفوا هاي واحدة منن اعطيكم عينة قبل ما تعملوا لdownload الصراحة وهيدي بس هايدي كتير عريضة وكبيرة responsive هايدي حطت لها كمان لاحظت مكتوبين responsive bootstrap for navigation bar with logo image او تقليديين هايدي يعني حلوين مش عاطلين بس امفتش عن شي special مميز it's okay transparent solid navigation bar او تمام تمام طب مش شوفوا هايدي كمان responsive فنحنا حنق واحدة تكون responsive بس تكون شوي special هايدي scrolling navigation bar حلوي bootstrap for navigation bar هايدي bootstrap with the slider whatever في عينات كتير طب انا ما بدي كتير اتوسع به المضمون هيخد هايدي اللي هي responsive one اللي هي هاي so بعمل download هون حطتلي download directly ما حطتلي demo ما demo عبل ما يعمل download انا بدي اطلع هون شوف كمان بالصفحة التانية اللي فتحت لا انا بفضل هوليك لانه حطتلي يون هول بس حطتهم بfull page لي يقل لي ان هيك شكلهم حقيقة حلوين مش انه منه حلوين وصراحة التنوع جيد وحتى نفسه الشخص اللي بيكون عامل الويب سايت بين فترة وفترة بتلاقيه غير لحتى يجذب الاشخاص اللي بيفوتوا لعندهم بس هلا نحن لانو عم نشوف بالبداية لكي في شكلها هيك بضع تكون ازا نحن يعني قلنا اوكي بدنا نستعملها حطتلي دامو بكلمة download بس كبس عد download فتحها وبيقلي هون ازا عاشي بتاك عملها download now شايفينا ايها هون هول اكيد فينا نعدلهم يعني مش ضرور يكونوا موجودين هيك متل ما هني فينا يعني نحزفهم ونخلي حاجتنا منهم drop down menu هولي قدين احنا تعذبنا لعك اعملنا drop down menu المرة الماضي ازا بتتذكروا وهون في عينات اخرى حلوين كتير هلا اذا انتو بتكون full pages full website template متل اللي نحنا انا والشباب اخبناها بالback end فينا نكتب هون ساعتها website full website bootstrap template فبيعطيكم web site طبعا الدومين اللي انتو بتكون ايا دومين بتكون باست ويب سايت bootstrap template خانجرب ايا واحدة منن خانج شفاي حلوين في منن stylish مثل هايدي يمكن للقلبسة او يمكن يكون portfolio او شي محدد whatever هاي في تكون management business شي من النوع food food catering whatever هاي اللي انا ما بحبه هاي اللي بيكون شكل svg ما بحبه بحصه over اوكي ففي عينات عديدة هاي دول اللي انتو شايفين هول هول اللي بنسميه نحنا dashboard لالadmin كرمال الadmin لما بديفوت يعدل على content تعيتو او او تمام 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 anyway فازان انتو صرتوا بتشوفوا عينة what is the bootstrap mean فمن هلأ او رايح صار فيكم بتعملوا المشروع تاعكون من الصفر بس ما بتكتبوا شي بايدكن بتفوتوا بتدوروا على الاقصام بتاعيت المشروع وبتعملوا copy للكود وبتحطوا paste عندكن copy من هون copy من هون copy من هون حسب content اللي انتو عملتوله copy بيطلع عنكن الشكل الweb site اللي انتو بتكون اياها بس بحب للكون اه شغلة اساسية اه بدي منكن انتو لو سمحتوا تعملولي مشروع اه اذا بتحبوا بنقيلكن انا الموضوع وانتو عملوا المشروع على اساسه لانو انا دايما بترك لكم المجال انتو انتو تنققوا الموضوع اللي بتكون اياه وما تعملوا شي غير انو تنققوا on-line bootstrap يعني اذا حابين تعدوا شي بسيط تعدوا مش غلط بس بدي كل شي يكون باي bootstrap يعني you are going to create a web site a catering a catering ما بحف اذا كتبت catering صح طب التيم كان هي catering المطابخ يعني اللي بيعملوا طبخ للشركات والمؤسسات وما شابه اه catering web site on using bootstrap بس بس بليز ما بدي تفوتوا على online وتعملوا search على catering complete ويبسايت تجيبوا ليه تقولوا لي تفضل بدي تاخدوا كل شيء فيه من مكان يعني navigation bar من لاحالة اه استثبتوا أصدق category لا لا catering catering لك حاسأل جوجل اذا انا كتبت صح catering مطابخ يعني هيا catering بس تي وحدة ها food catering اذا كتبت مضبوط برجعب اكد وبقول food cater 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 مش catering سي يو المعامل اللي بيتبخوا له هن الشركات عندهم مطابخ كبير بتطبخ للمطار وتطبخ للطيران وللحفلات والمناسبات catering ما انا كتبت الغطاء بس هي with a c a هي على اكيد هلا لا ببعتكم الاسم على بشوفها بترجمة بغي جوجل وبشوف لكم اياها على كل احوال هل كتبت استاذ بالاول food catering صحيحة ما catering اي 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 double t او t واحدة هذا فقر هذا فقر catering هذا الويبسايت الاساسي بتلاقي انه الوتيالات الكبيرة او المنتجات او حتى لانه افترض مثل المطار مثلا الطيرات كذا بيتبخولون هن الوجبات حسب الاتفاقية بيناتهم على مستوى عالي يعني مطابخ عالمي يعني تبقى على كل احوال اللي بدي قلكن اي انه بدي انتو تنقوا شي خاص بالcatering فيكن انه تفوتوا وتشوفوا صفحات catering معمولة جاهزة وتقلدوها بس ما تبدي تفوتوا تجيبوا template لحالة كاملة catering تقولوا تفضل ما لا خلق نشتغل بدي navigation bar لحال footer لحال social media لحال carf لحال كل شي لحال تنقوا من هون من هون من هون من هون تركبوهن بيبينو انه مركبين بدي لما شوفوا بينين انه مركبين بس ما بدي اياكن تفوتوا تجيبوها complete مكتوبة وجاهزة ومعمولة وتقولولي تفضل هيها كل شقفة على حدر وما مضروا تبالغوا تعملوا مثل هاي هاي دي كتير stylish انا من الاشخاص اللي ما بتعجبني هاي دول هيك انا كتير بيعجبني اللي هي بتكون فيها بساطة يعني مثل هاي مسلا كتير stylish حلوة بس شخصيا ما بتعجبني فيه اشخاص بتعجبهم الصراحة هون يحطين فيها about services شغلات اه ايه بلا شي طعر طعر ايه انا الصراحة شخصيا ما بيعجبني هات ديزاينات المعمقة وهالتفاصيل هيك ما حلو ما بحسة انها عملية مش عملية ابدا تجذب العالم تجذب العالم هايك حلوة هلا الصراحة انا من الاشخاص اللي ما بتجذبني ببا فيه اشخاص الناس ازواء فيه اشخاص بتعجبهم انا الصراحة ما بتعجبني الشكل الصفحة هيك الصور الضخمة الكبيرة لما لا يدني بدك تقعد تفتش على الكلمة المناسبة اللي تكمس عليها انا بقول انه عرضين الصور كتير لكن هيدا المنيو الوحيدة اللي عندن ودينج وكوكبوريت وبرايفت وكومينيتي وما بعب شو ها حاطين ودينج سيليبريشن حتى مش حاطين ديتيل عن كل تفصيل يعني حاطين هون المنيو هاي الوحيدة ما فيش غيرها كلاين جالري اكسترا من وين بيحكوا وانا عاملين كونتاكت عايشيا اه تحد مزبوط في كونتاكت مية بمية هاي اللي حاطينه كايتيرينج بشكل صور اناوي يا جمعة احبا ايه هيدا كل شي عن البوتستراب البوتستراب ما انه معقد انه تامبلت انتو بتستعملوها مكتوبة جاهزة بتعملوها قبي بتزلطوها عنكم وهيدا شي ما انه معيب ابدا حقكم لانه انه موجودين لقلكم لكل الناس اعظم الشركات بتجيب تامبلت جاهزين وبيعدلوا عليها يعني كل الشركات اللي بيشتغلوا برمجة لاشخاص اخرين ما بيساوي تامبلت هن بييدهم مانوالي ابدا نوادر ما يجي شخص يعملولوا تامبلت خاصة فيه هن بيساولوا قصهم اللي بيشتغل بالفرونت ان بيشتغلوا ايها بينما اللي اللي انه احنا عم نقوله هون انه بيجيبوهم جاهزين خالصين معمولين لهالموضوع اللي حتى يسوها وفيه كتير شركات بتدفع حق التامبلت يعني بتلاقي انه فيه تامبلت الاقرب للشغل اللي بده نياه فبيدفعوا حقه مصاري وفيه شركات بتقولك مش خرج خلص بيجيبو ببلاش وبعدل عليه هيك بتصير الامور اوكي هيدا شو بيش او سويس رولان سويس رول يمكن انيوي يلا يا جماعة يعطيكم العافية لليوم ببقى كتر اكتر بدي مطلب منكن لو سمحتوا تنفزوا لي المشروع اللي قلتلكون عنه خلوا بسيط عملوا من كده مطرح ابهروني بالفكرة نقيتلكون الموضوع ما عليكم الا انه انتو تطبقوا الحصة الجاية بدي شوف اللي انتو اشتغلتوه باي اونلاين بتحطوا لي اونلاين مثل العادية والحصة التانية بدنا نبلش انا وياكن بالجاباسكريبت بالجاباسكريبت حيكون في عنا مواضيع كتير اساسية ومهمة اللي حسسكن انه بدون الجاباسكريبت عن جد الويب مانوشي بدون الجاباسكريبت يلا يعطيكن العافية تصبعوا على خير مستخدم د SL مانوشي د الوماع انا انا ن ان انا 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 شكرا